تحية طيبة للجميع في هذه الحالة الرابعة سنرى الحالة الرابعة التي تشكل بها فاحي البول الواو العطفي بغير الشفانع بغير السكون المتحرك تشكل الواو العطفي بالقماص بحركة القماصية وهي عبارة عن فتحة طويلة تشكل الواو العطفي بالقماص إذا عطفت الواو العبرية الشيئة على نقيضه مثال ذلك هالوخ هالوخ تتعني ذهابا وضدها إيابا حرف الواو أو أداة العطف في اللغة العبرية إذا جمعت بين الكلمة وضدها تشكل بالقماص في إطار الاستثناء في اللغة العبرية على مستوى حرف العطف هالوخ فاشوف ذهابا وإيابا تشكل الواو ما نقوم بتشكل الواو كما تشكل في القماص بشكل الواو هذه هي حركة القماص لماذا نرى أحاولها في فتحة طويلة حركة فتحة طويلة لحم و دام بصار تتعني لحم ذا دام و دام لاحظوا الواو مشكولة بالقمص هذا استثناء في شكل حرف الواو باللغة العبرية مثل الآخر أخذريع أخذريع أخ وصديق أخذريع أخذريع لاحظوا الواو شكلنا تما بالقمص أخذريع 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 هذه الكلمتان المتنقلة ولكن هنا الواو مشكلة بالقمص مثال الآخر كيلو فا حدثي أعرفنا على حدثي كيلو فا حدثي مشكلة ب كيلو فا حدثي مشكلة هنا ب سيغول كيلو فا حدثي كيلو فا حدثي فكأن كيلو هو النقيد للخدثي أو نصف كيلو و نصف كيلو فا حدثي مشكلنا بالقمص لأننا جمع الكلمة و ضدها كيلو فا حدثي شكرا لكم شكرا لكم